السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي إلى كل الأحراري في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات بداية قبل ما نشرع في هذه المداخلة بودي أن أشكر كل الإخوة والأخوات التي تصل بيها سواء عن طريق الكتابة عن طريق الرسائل الخاصة ومن خلال التعليقات أو من خلال التواصل معي عن طريق الهاتف أو السكايب أو الفايبر أو أي وسيلة أخرى من أجل الإطمئنان على الصحة نتعي أشكركم جميعا كل واحد بالإسم نتعو حبيت اليوم نتحدث حول موضوع أنت ما يسمى برجل الإجمع وحول مشروع المجتمع فيه ناس الآن يتحدثون عن الانتخابات الرئاسية العبد الضعيف كنت تحدثت منذ سنوات قبل ما يظهر هذا ما يسمى بالربيع العربي تسجيلات ما زالها موثقة ومنشورة في الحسابات الجديدة على موقع اليوتيوب بالنسبة للإخوة اللي ما يعرفوني من قبل الإخوة اللي كانوا يعرفوني من قبل يعني قبل ظهور هذا ما يسمى بالربيع العربي وشافوا المداخلات نتعي وشافوا المواقف نتعي يعني فقط هو أنه نذكرهم فقط أما الإخوة اللي ما يعرفونيش بإمكانكم هو أنه تدخلوا للصفحة نتاعي في اليوتيوب تكتبوا فقط نوردين خبابة وتدخلوا للصفحة نتاعي ولرني نوضع لكم الرابط نتاعي للصفحة نتاعي أسفل هذا التسجيل على جلباش تتعرفوا على القناة نتاعي في اليوتيوب وبإمكانكم هو أنه تطالعوا المداخلة نتاعي وأنه نتحدث عن الانتخابة الرئاسية قبل العهدة الثالثة قبل العهدة الثالثة إذن الحديث حول الانتخابات الرئاسية كان فيه بعض الإخوة كان فيه بعض الأحزاب السياسية كان هناك بعض الحركات اللي هما يراهنون على الانتخابات الرئاسية بطبيعة الحال يشوفوا من أنه الانتخابات الرئاسية هي الحل بالنسبة للجزائر أنا شخصيا العبد الضعيف كنت في وقت سابق كنت مقتنع بهذه الفرضية يعني بمعنى ذلك هو أنه ساند في وقت سابق أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999 لما تقدم كمرشح للانتخابات الرئاسية وتقدم كمرشح حر لأنه كان الإخوة الشباب هذو اللي ربما ما يعرفوهش كان مناظل في جبهة التحرير الوطني بالتالي لما ما تفاهموش في جبهة التحرير الوطني على مرشح فيما بعد نساحبه ونساحبه 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 حمروش إلى غير ذلك الإخوة اللي يمتابعين لحداثرهم يعرفوا هذه المسائل وتقدموهما بالمرشح بوتفليقة ساند أحمد طالب الإبراهيمي المنطلق أنه كان شعار تاعه في الانتخابات الرئاسية الجزائر للجميع وكان تحدث عن المأساة وكان من الذين يعملون من أجل العلاجة لتكون فيه مصالحة حقيقية في الجزائر ومن بين الملفات اللي لا بده هو أن تعالج الملفين تاع المختطفين ساندت من هذا المنطلق هو أنه كان يدعو للمصالحة وأنا كنت أشعر بالذنب تجاه الإخوة والأخوات سواء الذين قتلوا أو الذين سجنوا أو الذين عذبوا أو الذين اعتقلوا أو الذين اختطفوا كنت أشعر بالذنب إذا كان لم أقم بالواجب انتاعي كمواطن جزائري ولو بأضعف الإيمان هذا هو المنطلق اللي خلاني أنا نمشي مع أحمد طلب الإبراهيمي لأنه هذا جزائريين والدماء التي كانت تسيل جزائرية علاش غيرت النظر انتاعي حول الانتخابات الرئاسية ولماذا الآن أنا أركز في المداخلات انتاعي وفي التعليقات انتاعي حول المشروع المجتمع في تلك المرحلة لما مشيت مع أحمد طلب الإبراهيمي وحصل ما حصل من انسحاب لما هو عاود عيطلي على جل باش ندخل معاه في هذا المعركة الأخرى بعد الانتخابات الرئاسية اللي كان تأسيساً تاع حركة الوفاء والعدل واللي كنت واحد من المؤسسين كنت في البداية أنا غير مقتنع بجدية العمل الحزبي صراحة لأنه قلت أنا إذا كان هذا النظام اللي كان في وقت سابق كان هو عنده هكذا الحج انتاع وهو الإسلاميين وسمه علي بالحاج وعباسي مدني وإلى غير ذلك هذا النظام اللي هو ما يقبلش حمروش وما يقبلش أحمد طلب الإبراهيمي وما يقبلش هذا الناس المسالمين يوسف الخاطيب إلى غير ذلك وسيفي اللي كان خرج من الحكومة انتاع زروال خلاص يعني انتهى الأمر بتقدرش نتدير السياسة مع هذا النظام ولكن شفت فيما بعد من زاوية واحدة أخرى قلت أنا ما لازمني شفتنا الانتهازيين قلت أنا ما لازمش نخلي هذاك النشاط انتاعي اللي قمت به أثناء الجمعنتاء التوقيعات لأنه جمع التوقيعات هذك واللي كان الأساس باش أحمد طلب الإبراهيمي صار مرشح الدليل في ذلك شوفوا ماذا وقع له سنة 2004 ما حبيتنا نخلي هذاك النشاط تاعي وهذاك التعب انتاعي يديوه ناس آخرين بقيت أنا ودخلنا في هذه المعركة في حركة الوفاء والعدل وركم شفتوا النتجة انتحى هو أنه النظام رفض أنه يخلي الحركات تنشط سياسيا ذوك لما انسحب أحمد طلب الإبراهيمي بطبيعة الحال أنا وقعت لضغوط في تلك المرحلة الإخوة اللي راهم يعرفوني في برج الغدير وراها الحمد لله راها التقارير لا شك أنها راها مازلت مخزنة راهم يعرفون انتو عشرطة وراهم يعرفون انتو عددرك ويعرفوني الناس اللي كانت عندهم مع علاقة بسياسة في تلك المرحلة من بعدنا اقتنات بالهجرة خرشت خرشت للخارج لما خرشت كانت عندي نظرة على بعض المعارضين وعلى بعض الأحزاب السياسية ولكن لما خرشت لقيت مع الأسف الشديد هو أنه الناس تبحث على البزنس وتبحث على المصالح انتاحها والناس اللي في الجزائر عندهم صورة خاطئة على الشي اللي راهم حادث في الخارج فمن بعد أنا كفرت بالعمل الحزبي وكفرت بالشخصيات هذوك اللي اللي انت تشوف فيه باللي راهو إنسان ما نشعرف أنا ومن بعد هو ما هوش هذك هو الشخص اللي انترك تشوف فيه كيف ما راه تبينه بعض وسائل الإعلام وإلى غير ذلك لما تخلط الناس وتعرفهم وتجربهم في المواعيد وتجربهم في المؤاملات تعرف فيما بعد يعني انت لما انت تكون انت تمشي وراء شخصية وتشوف ايه انت باللي راهو إنسان وفي وأنه إنسان وطني وأنه إنسان لكن النهار اللي تطيح بيك فهمت باتلقى حتى واحد يقفى معاك يموت باباك وتموت أمك وتمر تدخل المستشفى ما كانش واحد يهز تليفون ويعيط لك ما كانش واحد يستقصي عليك الناس اللي كنت انت تتعذب عليهم كي الناس اللي حتى ماتوا واعتقلوا وكذا 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 بتلقى حتى واحد يقفيك اختهى الأمر بالنسبة لسياسة ثم ما بقيت انت تتبع فيهم معناه أنك انت بغل خلاص ما كانش حتى تعبير واحد أخر راح نقول لكم أكثر من هكذا كفرت أنا بهذا السير وراء الشخصيات واقتنعت بعد التحليل وبعد التشخيص الدقيق للأزمة الجزائرية ومن خلال المطالع انت على الكتب وانت على الشهادات والاستماع للشهادات المنشورة اكتشفت من أنه الخلل في الجزائر ما بداش سنة 1992 ولا سنة 1962 بدليل أنه كانت هناك أحداث كثيرة قبل الثورة وما زال هذه السلسلة أرىها متواصلة إذا كان خرج الاستعمار كانوا ناس يشتغلوا مع الاستعمار قبل سنة 1954 وما زالت هذه السلسلة أجيال رباوها على العمالة أجيال رباوها على الخيانة وشفت أنا وفحصت الأمر لقيت بالليل مشكلة انت على الجزائر تمتد إلى ما بعد السقوط انت على الأندلس هذا الشيء وهذه القناعة اللي وصلت لها والآن ركم تشوفوا يعني نعطي لكم كمثال فقط ما حدث من حرب كلامية ومن تلاسن سواء عن طريق القناة الفضائية أو عن طريق المواقع هذه اللي سميوها التواصل حول هذه القضية انتهى يناير وحول انتهى الأمازيغية وركم تشوفوا الكلام الغير المقبول اللي ركم تسمعوا فيه انتهى طرد العرب ومن قبلوش العرب وكذا إذن المسألة هي عميقة ما بداتش من اليوم وهذه انتع انك تمشي انت وراء شخصية سياسية مهما كان اللون انتعها ما ركش رايح توصل النتيجة لابد من حوار داخل المجتمع وهذا اللي أنا اقتنعت به لابد من مشروع مجتمع جديد لماذا؟ لأنه كين فكر داخل الجزائر كين ناس اللي عندهم تفكير جزائر اسلامي شوفوا باللي الحل في الاسلام وكين ناس اللي عندهم فكر علماني شوفوا باللي الحل في الجزائر يكون عن طريق العلمانية وكين تدخل خارجي الجزائر ليست بمعزل عن الدول كين تدخل خارجي كان بكري بكري كان متمركز ومتمحور حول فرنسا الآن يكذب عليكم كاذب اللي قل لكم باللي القضية راح في فرنسا هذا ما زال ما عرفش ما زال ما فهمش السياسة القضية الآن في الجزائر لم تعد فقط متمحورة حول فرنسا الآن ما تدخل أمريكا وما تدخل دول واحدة أخرى والآن أكم تشوفوا ما يحصل حول الحدود مع ليبيا مع المغرب إذن القضية عندها أبعاد كثيرة وبالتالي ذرك أنا لما تحدثت على قضية هذه المشروع ومشروع المجتمع حتى باش تعرفوا الموقف التاعي حول هذا ما يسمى برجل الإجماع وحول مشروع المجتمع هو الشي اللي يليق بالمجتمع الجزائري رجل الإجماع هذا شكون هو شكون هو هذا رجل الإجماع هذا اللي الآن يتفق حوله القبايل والشاوية والمزابية والتوارق وهذا العلمانيين والإسلاميين وهذا الملحدين وشكون هذا الشخص هذا اللي يقدر يلم العسكر والمدنيين يلمهم كامل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ناس تكفر به ربي اللي خلق الكون والناس هيتكفر به كذاش انتم أراكم رايحين تنتظروا هو أنه يخرج شخص والله هذا مجموعة يلتقيه حول شخص ربما يلتقيه وهكذا في حوار والله في ندوة والله في كذا حول شخص ولكن بعد الفرز انتخابات وبعد ظهور الحكومة تبدأ الناس لأنه الناس تربات تربات على الطمع تربات على الامتيازات تربات على الأخذ وليس العطاء تربات على كثير من الأمور بالتالي مباشرة بعد الفرز انتخابات بعد ظهور هذا المرشح شيئا فشيئا وقت بعد هكذا مدة معينة رايح فيما بعد رايح يعود يرجع النزاع قادر انه يموت هاكم تشوفوا ذوك مثلا شخصيات كثيرة في دول كثيرة ناخذوا مثلا فقط كمصر ها ما سيدي الناس رام انتخبوا على مرسي هذا كهو في الحبس بالتالي ذوك المراهنة على شخص وما لازمش الانسان يقارن يهز لي تركيا ولا يهز لي ماليزيا ويحب يسقطها للمجتمع الجزائي هذا الانسان اللي هو يحب يجيب والله سنغافورة ولا كذا هذا انسان ما عنده حتى علاقة بسياسة مجتمع الجزائري عنده خصوصيات انتعوا وحده اخوة اللي تعلقوا مع الاسف شديد لا استطيع هو ان اجيب اي واحدة لتعليق انتعوا حتى باش تكونوا في الصورة مرحبا بكم جميعا شكرا لكم جميعا على التفاعل انتعكم ولكن لا استطيع هو ان اجيب اي واحدة راني مركز على الموضوع اذن من هذا المنطلق انا بعد هذه التعقيدات بعد هذه المشاكل اللي وقعت في الجزائر الحروب الفتن الكوارث الطبيعية اقتنعت بانه خلاص دوك هذا النظام مش ربما كان يصلح في وقت سابق حتى ولو انه كان انقلاب حتى ربما كان يصلح بومديون في وقت سابق مثال بالنسبة للناس اللي هم يأمنوا به او الشاذلي او زروال او بوتفليقة ولكن انت هالامر خلاص هذا النظام الان لما يعود ينتج الى العفن لم يعود ينتج الى الفساد لم يعود ينتج الى الرداء لماذا؟ لانه هذه الامور الان راه تتأفن وراه الاحتقان راه يزيد والامور ماشية الى ما لا تحمد عقباها بالتالي لا بد من المسارعة لاجاد مخرج للجزائر المخرج هذا كنت دائما نقول ونعود نكرر من انه يبدأ بالحوار ولا بد من انه هذا الناس يتنازلوا كل واحد يتنازل اخوه يروح نلتقيه على طاولة الحوار انا شخصيا ما عنديش الامكانيات لو كان جات عندي الامكانيات انا ندير لكم المؤتمر انا نديره من جيبي لو كان جات عندي الامكانيات انا ندير قناة فضائية للمصالحة من جيبي لو كان جات عندي الامكانيات انا ندير ندير كل شي من جيبي الله غالب رأى الواحد يمشي بالقوت انت أولاده المهم الشي اللي اقتنعت به هو انه الناس لابد ان تلتقي على طاولة الحوار يحدث حوار بيناتنا يخو ياروح نتناقشو على الامازيغية نتناقشو على العلمانية نتناقشو على الدولة الاسلامية نتناقشو على جميع المواضيع ونوصله هو انه نلقاه احنا رأنا جزائريين بكان حتى واحد يحط روحه راه هو سيبرمان جزائري فوق الجزائريين لانه الانسان اللي فكر هذا يفكر في الحرب مكنش تفكر واحد اخرى يفكر في الحرب هذا الانسان الذي يؤمن بالاقصاء يؤمن بعدم قبول الاخر هذا انسان يريد الحرب والحرب تعرفوا التكلفان تأحاو شي هاكم تشوفوا الفتنة التي مرت بها الجزائر وشوفوا الفتنة التي مرت بها دول واحد اخرى والذي وقع في الجزائر لا يساوي شيئا من الذي سيقع لانه الان اذا اطردقت الامور مع هذه الاحقاد والذغائن اللي راها موجودة البلاد رايحها للمحرقة كثير من التسعينات اروحه نلتقيه في طاول انتا حوار ويتناقشوا الناس السياسيين ما تجيبش انتا انسان واحد مهبول ولا مجنون يجي هو يناقش لك موضوع تعالهوية انسان موش فاهم حتى الموضوع تعالهوية موش فاهمه اصلا حتى الناس اللي راهم يتحدثوا فيها نسمعت كثير من الناس يتحدثوا فيه قاسما بالله لا بل هم بالموضوع تعالهوية يتحدثوا به وحرب انتا هويات وكذا وكذا موش فاهم حتى موضوع الهوية إذن لابد هو أن يقع حوار الحوار هذا هو رايح يقودنا مع الوقت إلى أرضية مشتركة وإلى ميثاق إلى ضمانات يخوي أن نتفق على حكومة وحدة وطنية على انتخابات رئاسية وتمشي الناس شيئا فشيئا فيما بعد لابد هو أن يحصل حوار داخل المجتمع كي حوار يحصل داخل المؤسسات كي حوار اللي هو يحصل بين أبناء الشعب يخوي يطروا قراءها كينا نديرو في المسارح في دور تاع الثقافة في القنوات الفضائية في الإذاعات في الوسمو نديرو حوار تاع مجتمع تتناقش الناس أخويا نتفقوا على أشياء اللي ما تفقناش عليها نروحوا الاستفتاء ونمشي واحدة واحدة على جلباش نبنيو مشروع تاع مجتمع جديد اللي أنا شخصيا أطلقت عليه للمصالحة لماذا؟ لأنه إذا كان متصالحوش هذا الأحزاب فيما بعضهم البعض والمصالحة لا تعني فقط سياسيين باش نتفاهمه جيدا المشروع هذا انتعى المصالحة أن الذي أتحدث عنه لا علاقة له بالنظام والله بالفكر هذا اللي رأي دور مشروع جديد اللي سمته أنا المصالحة اللي بحيث هو أنه يجتمع هذا الناس اللي عندهم فكر مختلف هذا الإنسان اللي عنده توجه إسلامي واللي عنده توجه علماني وكذا ونلتقي وحاول ما إذا نتعى الحوار ونلتقي وحاول الجزائر يا سيدي وفلي يكون هو أنه تكون فيه مرحلة هو أنه نوقف هذا العمل الحزبي لماذا لا وتكون مرحلة تعنقاها تكون فقط للحوار يا صاحبي عدنا داخل البيت هذا في الدار هذا جدارمي وهذا شرطي وهذا راه من الفيس وهذا راه من لفلان وهذا راه من لرسيدي وهذا راه كافر وهذا ملحد وهذا ويبيع في الزطلة داخل البيت هو أنه صارت فيه في تن داخل البيوت الأسرة وصارت طربقت وصارت فكت خاصة منذ الفتنة هذه الناس دخلها كل الزور وصارت الناس متقاتلها للوراثة متقاتلها للدراه منطقة فرنسا متقاتلها وصارت الناس هجزة الشوقر لبعضها والناس كثير من العائلات انا نعرفهم بالاسماء اراهم صارهم يتكلموش مع بعضهم البعض وين رايحين بهذا المجتمع هذا ماش قضية انك انت تجيب شخص والله تجيب انت واحدك ذو تتفق حول الناس لابد هو انه يحصل حوار حول المجتمع الله يحرق هذه السياسة اللي هي تفجر المجتمع ياخويا نلتقي نحبس وراء المشكلة انا نوقف الحزب لمدة معينة والله تحل يكون حل جد الحزب هذي كامل من جبهة التحرير لجبهة التبندير كامل كامل تتحل ضربة واحدة حل جميع المنظمات حل جد الجد بابهم الحلوف كامل واحدة بواحد وارواحه سيدي يحصل حوار في المجتمع ونبنيو دولة جديدة نبنيو جمهورية جديدة تكون يعني مأسة للاخلاق على النزاهة للكفاءة على كذا اما هو انك انت تروح تجيب ضرك واحد فيما بعد تصرلوا عملية اغتيال يتكيوه يهبطوه لا امور ما تمشيش هذي الناس اللي راهم ضرك هما يناديوكم من اجل علاجة البشرة مشيوه معاهم لتزكية فولان او علان هذو راهم يبيعوه في الوهم للشعب الجزائري وراهم هما طايحين في هذا الفخنة عن النظام لانه النظام راهو بيديه مقاليد الحكم عنده السلطات المختلفة اعلامية تشريعية كذا 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 عنده راهو ذرك هو الاموال عنده الجيش عنده الشرطة تحت الوسمون تعه وراهو يمشي يروح زيدي يجي عمر يروح زيدي يجي عمر اهو ذك يروح بوتفليقة يجيكم بوتفليقة بيز والله يجيكم مع البليشاناء ويحيا يجيكم سلال يجيكم اي واحد وتبقى الامور تمشي هكذا اذا كان ما تلقتش الناس حول حوار انتع مجتمع وحول مشروع انتع مجتمع تشارك فيه الناس كل انا الشي اللي كتبته هو فقط اسدي سموها مبرويو لكن فيها افكار هو انه اخويا تلتقي الناس حول طاولة الحوار ويكون عندها القابلية قبلك اخويا اراني انت علماني ونرى ما عندي توجه واحد اخر ما نتفقش معك ولكن نتفق معك في بعض الامور ها هم ذوك ناخذو كميثال برك ها هو ذوك مثلا العربي بن مهدي كين ذوك اللي راهو علماني هو راهو يشوفيها انسامبول شوفيه باللي راهو ذرك هو هذا رمز واللي راهو كين مثلا اسلامي شوفيها رمز هانا متفقين على شخصية وهكذا نتفقوا على اشياء نتفقوا قل مثلا ممنوع تدخل الخارجي نتفقوا ان يكون الحل قلع للحوار يعني اشياء اللي كما يقولوا يونيفرسال حاجة اللي نلتقي وحولها ونخليوا الاشياء هذي كاللي نقولوا مثلا احنا نتصارع وحولها خليواها سيديكاينة اشياء اللي ناجلوها حتى فيما بعد نبنيه ولازمنا الحاجة الاساسية اللي لازمنا نفكر فيها كين بعض الناس يفكر في روحه حاط الطموحات انتعوا هذي قدام راسه يشوف في روحه وراه وزير دفاع والله يشوف في روحه وراه ورئيس والله وخلاص فكر انتعوا جاي ثم حبس ثمه دير رأيه وفي طرفه لا لا يا اخي نفكر في الاجيال اللي راها جاية يا اخويا انا نشتغل نجتهد اذا وصلني ربي وانا قدرت نبني هذا المشروع نبني هذا المجتمع اللهم بارك اذا كن مقدرتش على الاقل نكون انا رسمت معالم وفيما بعد يجيو ناس كيمالوك واحد راه وقال مثل رايح يبنيه مع لبليشانا جسر يدير هو البلاتفورم والله غالب مات وفيما بعد يجي واحد يطلعه ويلحق للنص هو قل مات ويجي اللي بعده ويطلعه ويجي فيما بعد الناس يمشيوا عليه هكذا هكذا هو المشروع للمجتمع مش بالضرورة هو انك انت تديره تدير له الاسس وربما تجي اجيال بعدك انت باش تلحق هي تبنيه اما هو انك انت تروح تمشي مع شخص ربع سنين وخمسة سنين ويموت او تروح تمشي مع شخص انت من بعد يغتالوه او يخرجو له ملفات او كذا او كذا وفيما بعد تبقى الناس في هذه الحلقة المفرغة وتشوفوا وراها كينة اجيال تربتها للحقب ركما تشوفوا احقاد كثيرة دماء كثيرة سلت في الجزائر مع الجناش المشكلة انت الاستعمار لمدة اكثر من قرن وثلاثين سنة مع الجتش الناس المشكلة والريولي واحد جزائري واحد راح للبسيكولوج ولا راح للبسيكياتر كيفاش انتها ناس هنا نشوفوا فيها اللي هنا يصر انفيجار فقط في منطقة معينة او عملية اختطاف ولا كذا الناس تروح للبسيكولوج وتروح للبسيكياتر تصح باستعمار دم طيلة قرن وثلاثين سنة بكينش واحد يروح للطبيب بل حتى يحشم وورثنا هذه الثقافة انت العنف هذه انتقلت من الاستعمار لحتى البيوت تروح تلقى انت استاذ يضرب التلميذ تعوه يعطيه بدماغه يكسر له وجهه والله التلميذ يضرب الاستاذ انتاعه يكسر له فمه واكم تشوفوا العنف اللي يراه وجاري في البلاد والجزائري صار عنيف لماذا لانه لم تعلج هذه المسائل وصارت تورث صارت تغرس في العائلات الخطرة لها مناش ما يشفهمين الموضوع كما ينبغي لذلك لابد هو انه يكون هناك حوار في المجتمع في كل المواضيع وفي كل الميديين تحدثوا على العنوسان تحدثوا على العنف تحدثوا على الاخلاق تحدثوا على التربية تحدثوا على كل المواضيع كيف ما كنا نتحدثوا الاذا انتاع وطني في حوارات مختلفة هذك الحوارات تكون في المجتمع مجتمع يشارك فيها ونلقاو الخلل في كل المواضيع ونحاوله هو اننا نلقاو فيما بعد الحلول مع بعض نبنيو الجزائر مع بعض لا فرقة فيها بين عربي وقبيلي وشاوي وترقي الجزائر تجمعونا وفيما بعد اذا كان صارت اخطاء في الماضي بين الناس هذو هذو رحم بشر كلهم يخطئون وانا شخصا من الذين يؤمنون باننا نخطئ بالليل والنهار كلنا نغلطوا غلطوا اخويا نشاو في مرحلة معينة وغلطوا سبحانه من لا يخطئ ونمشيو فيما بعد واحدة واحدة لجل بشن ابنيو الدولة الجزائرية الجديدة اذن لابد هو ان الناس تتعاون حول مشروع المجتمع وليس حول ارجل الاجمع هذه كلمتي باختصار ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته